طيب نعمل ايه عشان نتخلص من مننا لهذا الانعزال انا معاك ان فيه ناس كتيرة ان فيه ناس انا اسفل فيه ناس مش قول كتيرة فيه ناس التعامل معهم قد يفتح عليك باب الازى نعمل ايه انشغل دايما بان تنتقي علاقاتك يعني ايه تنتقي علاقاتك خلي علاقاتك دايما بالدور حول قيمة ما تروحش تخلي العلاقات عاملة زي الحادثة حصريتك حادثة العلاقة اللي بينك وبين اي حد حادثة قابلته ففرض نفسه عليك ما تعملش كده حاول بقدر الامكان ان انت تخترع علاقاتك انت بتخترع علاقاتك على اي اساس اول حاجة العلاقة دي تبقى علاقة بتوسع لك الحياة العلاقة دي بتكون بتسندك العلاقة دي بتكون كمان بتخليك في المستقبل احسن ثلاث حاجات سعة سند تقدم للامام اس علاقاتك كلها كده في اي علاقة ما تعملش يبقى ارجع تاني ويفرز علاقاتك بناء على ده ودي 80% للعلاقات اللي هي من النوع ده و20% العلاقات اللي بتتفرض عليك ويفضل خفض العلاقات دي لغاية ما يبقاش في حياتك فيها علاقات كده بس اوعد سيب العلاقات لازم تبقى فيها حياتك فيها علاقات ولازم تبقى فيها اضافة الحياة التانية كل يوم بدل ما تعتزل الناس كل يوم لما تلاقي ناس طيبين صحبة حسنة اقترب منهم بخطوة مش بخطوات كتيرة من غير ما ترفع سقف توقعاتك لانهم ممكن يكون مشغولين بس اقترب منهم ولو تقترب منهم بملاحظة هما بيعملوا ايه في حياتهم من الطيابة ومن الخير اللي بيعملوه زي ما سيدنا الله بن عام جه واجلس عند الراجل تلات ايام عشان يلاحظ ايه الطيابة اللي فيه وايه الجمال اللي فيه فوجد ان هو بينام وما فيش في قلبه حاجة وخليك على طول بدل ما تنعزل خليك كل يوم عندك عشر دقايق بتعودهم في خلوة مع الله تناجي ربنا وتقول له يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني ليه وقول كمان يا جميل اسألك بجمالي بجمالك الذي اودعت تجلياته في الخلق اجعلني من ممن يخرجون اجمل ما في الناس ويعيشون معهم في جمالك يا جميل اللهم اني اسألك يا جميل بما تجليت به من جمالك على العباد فجعلت الاحسان في كل شيء اعني على ان اخرج ما اجمل ما في الناس خليك كده مركز ان انت تخرج اجمل ما في الناس ويدعي ربنا بده دايما ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وبدل ما تنعزل تجمل وجمل تجمل اخرج اجمل ما فيك وجمل اخرج اجمل ما في الناس هتحس بانس ربنا وبمدده على الدوام